خليني كمان اقول لحضراتكم ان لجنة الحكام باتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعلنت اسماء الحكام المقرر تواجدهم في قطر لادارة مباريات كأس العالم للاندية الاهلي لسه منتظر انه يعرف المنافس اللي هيقابله في المباراة الاولى بربع النهائي لكن الاهلي بنسبة كبيرة هلعب يوم اثنين او ثلاثة فبراير على حسب القرعة بقى لما نشوف يوم 19 بإذن الله تعالى كمان الفيفا في بيان رسمي قال انه اختار سبع حكام واثنشر حكما مساعدا لمواجهات البطولة الى جانب سبع حكام لتولي مهمة التحكيم بتكنية الفيديو اثناء المباريات ويتواجد كمان خمس حكام عرب في البطولة بواقع ثلاث حكام من الامارات وحكم من قطر واخر من المغرب الفيفا اختارت مين بقى اختارت السلاسي الاماراتي محمد عبدالله ضمن حكام الساحة بجانب السنائي محمد الحمادي وحسن المهري ضمن الحكام المساعدين بينما تم اختيار القطري خميس المرعي بين حكام الفيديو في وجود ايضا للمغربي المميز بالحقيقة ردوان جيد فافريقيا اختار من افريقيا او لجنة الحكام اختارت من افريقيا تاقم السنغالي بقيادة ماجيتي انداي والسنائي المساعد جابري الكامارا والحج مالك حكام القرى الافريقية بمونديال الاندية كمان الفيفا اكد انه جاء تعيين السلاسي او قرر تعيين السلاسي النسوي ايديان الفيز باتيستا اضافة الى نيوزا باك من البرازيل والارجنتينية ماريانا دي الميدا استمرارا للتوجه طبعا الذي بدأ فيه كأس العالم تحت 17 سنة بدولة الهند مؤخرا شدد البيان الصادر من الاتحاد الدولي لقرة القدم ان جميع الحكام المختارين سوف يختتمون استعداداتهم النهائية في قطر قبل اسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية خلينا اقول لكم كمان اسماء حكام الساحة تحديدا الحكم البرازيلية دينا الفيز دي دولية من 2016 الحكم الجوتمالي ماريو اسكوبار ده دولي من 2013 الحكم الارجواني ليودان جونزاليس ده دولي من 2016 والحكم الهولندي داني ميكيلي دولي من 2011 والحكم الاماراتي عبدالله محمد دولي من 2010 وسنغالي ماجيت اندياي دولي من 2011 والحكم عبدالقادر زيتوني دولي من 2012 من دولة تاهيتي دي قائمة الحكام اللي هتشارك وحتدير مباريات كأس العالم للاندية وبإذن الأهلي يكون موفق في هذه البطولة لسا عندنا مباريات سواء في أفريقيا أو في الدوري قبل انطلاق كأس العامل الاندية لكن احنا بنجهز من خلال هذه المباريات لهذه البطولة الكبيرة واللي هشارك فيها النادي الأهلي كممثل وبطل لأفريقيا هننتظر وهنتابع بكل تأكيد